طيب احنا معانا عبر الهاتف دلوقتي بمناسبة الاتحاد السكندري كنت نسى بكلمكم مبارح على او يعني يوم الاربع عن الاتحاد السكندري وان الاتحاد بيواجه ظروف صعبة بيواجه ظروف صعبة جدا والنتائج حصل لها تراجع شديد جدا تسلم الكابتن الكبير المحترم الكابتن محمد عمر الظروف في وقت صعب جدا في مهمة لانقاذ موسم الاتحاد السكندري هو بصراحة الاتحاد عنده لعيبة كويسة بس عنده مشاكل دفاعية مش طبعية جالهم اسطورة واحد من اساطير الدفاع الكابتن محمد عمر يعني المفروض يحل بسرعة موضوع الدفاع لسه طبعا واصل الفريق لسه داخل مع الفريق ولسه بيحاول يلم الأمور بس الاتحاد في مكان يعني يشتم رائحة الخطور عشان أنطقي ألفاظي يشتم رائحة الخطور مش خطر قوي بس قريب من مكانة الخطور فالاتحاد محتاجي لم أموره سريعا بكل تأكيد وثقة كبيرة في الكابتن محمد عمر وجهازه المعاون معنا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد نور مدارب عام للاتحاد السكندري كابتن محمد مشرف ومنور حبيب يا كابتن كريم ربنا يخليك يا حبيب الأمور في الاتحاد يعني غريبة شوية عنده مجموعة لعبين إلى حد كبير كويسين عنده جماهيرية طبعا مش طبعية جميع الاتحاد اللي بتاعش فريقها ورغم كده الاتحاد الموسم ده غريب في ظروفه وفي النتائج بتاعته إزاي بسرعة هتقدروا تلموا الأمور دي يا كابتن محمد طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا في البداية بس عجبتني أوي حكاية يشتم دي فأنا إن شاء الله بإذن الله باخد من كلمتك دي إن شاء الله بإذن الله رأي المباراة جاية إن شاء الله مجلس إدارة نادرياتحاد وجمهور نادرياتحاد والجهاز الفني واللعبين هشتموا رائحة الورود إن شاء الله هاي حلوة دي أحلى من اللي أنا قلتا دي أحلى يا كابتن محمد إن شاء الله أنا هتكلم على ثلاث عناصر من المنظومة اللي هم مجلس إدارة النادي بجهاز السيد محمد مصلحي جماهير نادي الاتحاد اللي ما بتبخلش عليه بأي حاجة خالص وبين لعبين هخلي الجهاز الفني دلوقتي على جاب مجلس الإدارة بيقضي دوره على أكمل وجه وبيحقق كل متطلبات الفرقة الجماهير بتروح وراء الفرقة في أي مكان وتبقى متواجدة في سكندرية طبعا عدد كبير وهم بيقضوا دورهم بشكل كويس اللاعبين يمكن حضريرك شوفت في مباراة الإسماعيلي مش هقول تطور بشكل كبير جدا لأن احنا اشتغلنا الزبط يوم واحد اعتقد ان كان فيه بعض التغير في الأداء لا كان فيه تغير واضح يا كابتن محمد في النواحة الدفاعية تحديدا الفرقة يتمسك نفسها شوية دفاعية اه صحيح انت محتاج لسه شوية تطور هجومي بس على قال الدفاع اللي اتحب يعاني منه هذا الموسم بشكل كبير جدا فالفرقة يتمسك نفسها في الدفاع ودقا واضح ما هو بص يا كابتن كريم انت عشان تدخل تمسك فرقة مش حولك في قصة الموسم انت مسك فرقة في نهاية الموسم مش في قصة الموسم هي كل الموضوع خمس مباريات فلو انت ما كنتش ملمت بمشاكل والسلبيات الموضة هو الفرقة وفي نفس الوقت عندك الحلول بتاعتها اعتقد انك بلاش تدخل افضل عشان تقدر تدخل وتحل المشكلة وتخلص النادي من المشكلة اللي هو فيها لازم تبقى عارف ان السلبيات وعندك حلولها فاحنا اشتغلنا زي ما حضرتك قلت كده فعلا اليوم اللي احنا اشتغلناه في التدريب في النادي في اسكندرية اشتغلنا بشكل كبير جدا على التمركز على الرقابة على التغطية على سرعة الارتداد على المشاندة الدفاعية واعتقد ان ده يمكن ظهر بشكل كويس في مبارات الاسماعيلي احنا يمكن من فترة طويلة احنا اخسرنا لكن الهدف اللي ادخل فينا من كرة ثابتة كل الكور المتحرك سواء كوتولية او العرضية المدفعين يتعاملوا معها بشكل كويس جدا صحية طيب وطبعا احنا كمان راح منينا اكتر من فرصة كرة بتاعتاد المسي اللي جات في الايم كرة بواتنج اللي راح بانفراض ويمكن احنا بالمناسبة بواتنج ان احنا ما عندناش غير مهادي مواحد اللي هو ما بلوله لو كان خلال فترة اللي فاتت مصاب وده المهاجب الوحيد اللي بيقدر يتعامل بشكل جيد امام المرمى او داخل المنطقة صراحة ده واحد من احسن اللاعبين الاجانب اللي في الدولة المصر ولكن موجود مع الاتحاد الفترة اللي فاتت دي كان ممكن امور تختلف يعني وان شاء الله احنا نتمنى ان هو خلال اليومين اللي جايين يكون خلص علاجه والاشاعة تطلع سليمة بإذن الله ان شاء الله لانه والتي بيتشتغل مع الجهز الطبي مع الدكتور عمرو الدكتور محمد عفانتاح فاعتقد ان شاء الله انه ممكن خلال يومين الدنيا تستطيب ويقدر يدخل معنا التدريبات الجماعية للفرق مع الفرق ويوصل لمستوى جيد قبل مباراة البنك الاقل ان شاء الله طيب كابتن محمد انتو كجهاز فاني اكيد لكم دور كبير جدا انه تنهو الموسم بشكل جيد مع الاتحاد بس اكيد برضو لكم دور في اختيار اللاعبين الجدد للاتحاد الموسم اللي جاي ورحيل بعض اللاعبين بدأتوا تشتغل على هذه الامور والله بس احنا مقدرين الموضوع ده بس لغاية ما نستقبل نستقر على وضع الفرق ان شاء الله يعني الموضوع ممكن حيخد له ماتش بسا كمان الموضوع ده ينتهي خلال المباراة اللي جاية بإذن الله لما يكون احنا عندنا بين مباراة الاسماعيلي وبين مباراة البنك اللاعي حوالي تسع تيام ما نقدر نستثمرهم بشكل كويس عشان نقدر نزبط الشكل والاسلوب اللي احنا حقين ان احنا نلعب به في الشرق الدفاع وفي الشرق الوجومي واتمنى الولاد ان هم يستوعبهم ما يمكن من تدريب واحد خلال قبل مباراة الاسماعيلي ابتدوا يستوعبوا بشكل كويس وقدروا ينفذوا ده بشكل عاملي جوه الملعب اتمنى خلال الاسبوع بكمان ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس ونوصل للمباراة اللي جاية لنتيجة إيجابية تبعدنا خالف عن المشاكل الموجودة وبعدها بقى نبدأ نفكر في اللي بعد كده ان شاء الله عظيم كل توفيع كابتن محمد بالتوفير لنادي الاتحاد السجندري وعجمني الجميل اللي حررتك قلتها الفريق المباراة القادمة هاشتم رائحة الورود والجماهير هتشتم رائحة الورود جماهير الاتحاد السجندري العظيم انا باشكرك شكرا جزايا على هذه المداخلة نحب الاتحاد ونحب الاسماعيلي ونحب المصر ونحب المحلة ونحب برضو امبي وبرامدز وفيوتشار ونحب الأندية اللي بتخلي الدوري شكله حلو كل الأندية نحترم الأندية اللي لها تاريخ بطبيعة الحال كلنا بنحب التاريخ كلنا بس في كل الأحوال أنت وشطرتك تقدر تنافس نافس تقدر تكمل في الدوري كمل القصة ما فيهاش مساندة ودعم الحد هي فيها حنين كده مستلجة لبعض الفرق بس كل الفرق اللي بتجيد في الدوري احنا وراها وبنسندها وبنفرح ان هم بيخلوا شكل حلو للدوري المصري الممتاز